السلام عليكم ياريت يشوف الفيديوهات اللي فاتت هيلاقي فيها الشرح بتاع الوحدة الاولى كاملة وكمان هيلاقي حل تدريبات كتاب الامتحان كلها على الوحدة الاولى يلا يلا نشوف امتحاني النهاردة يلا بينا اهلا اهلا ازايك يا زيك وازاي كل اصدقائنا زي ما اتفقنا النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اختبار على الوحدة الاولى وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك معنا وكمان يعمل لايك وشير علشان الكل يستفيد قبل ما احل اي امتحان لازم اقرأ رأس الاسئلة كويس اوي اوي علشان اقدر اعرف المطلوب مني ايه لكن ما ينفعش ان انا اقرأ السؤال على طول وحله لازم رأس السؤال اللي فودة اشوفه هل هو اكمل ولا اسكر استخدام ولا مسألة ولا علل ولا اسكر الكلمة الشازة ولا ايه بالزبط علشان اقدر افهم السؤال عبارة عن ايه وقدر احله كويس واخد درجتي كاملة نبدأ مع بعض اول سؤال اكمل ما يأتي ده رأس السؤال لازم اقرأ كويس زي ما قلنا يأخذ نقط شكل الاناء الحاوي له بينما نقط ليس له الشكل محدد هي زيكو يأخذ السائل شكل الاناء الحاوي له اما الغاز ليس له شكل محدد او ثابت تمام يا زيكو السؤال التاني تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى نقط بينما تتركب هذه الوحدات من وحدات اصغر تسمى نقط تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى الجزء او الجزيئات والجزيئات تتركب من وحدات اصغر تسمى الزرات تمام يا زيكو يبقى احنا نقول تتركب المادة من وحدات صغيرة تسمى الجزيئات بينما تتركب هذه الوحدات من وحدات أزر تسمى الزرات السؤال الثاني اذكر استخداما واحدا لكل مما يأتي او الوحدة النحاس هي زيكو ليها كذا اجابة يمس طيب قلنا يا زيكو اللي انت عارف ممكن النحاس يستخدم في صنع قواني الطهي وكمان ممكن النحاس يستخدم في صنع الحلي مع الزهب لتكوين سبيكة الزهب والنحاس تمام يا زيكو مظبوط طيب اذكر استخدام لغاز الهيليوم الهيليوم يعتبر من الغازات الخاملة اللي كسفتها أقل من كسفة الهواء ولذلك تستخدم في ملء بلونات الاحتفالات شاطر يا زيكو شكلك مذاكر طب تعال نشوف السؤال ده قطعة معدنية كتلتها 25 جرام وحجمها 10 سنتيمتر مكعب احسب كسافة هذه القطعة ده أول سؤال داني سؤال هل تغوص أم تطفو عند وضعه في الماء مع التعليل ألما بأن كسافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب في الأول يا ميس أنا أقرأ المسألة وبعدين ألخصها وأشوف وحدات القياس مظبوطة ولا لأ وبعدين أكتب القانون الأصلي وبعدين أفكر أن أنا حل شاطر يا زيكو طيب يلا ألخص المسألة مع بعض يلا يا ميس يلا قال لي في المسألة أن الكتلة 25 جرام والحجم 10 سنتيمتر مكعب يبقى أنا هنا أدي لخص المسألة وأشوف وحدات القياس مظبوطة ولا لأ جرام للكتلة أو مظبوط يبقى أنا لخص كويس وحدات القياس مظبوطة الحجم بسنتيمتر مكعب مظبوط أسأل نفسي ده على أنهي قانون هي زيكو قانون الكسافة يا ميس الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم تمام يا زيكو الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم وأعمل المسلس س بتساوي كاف على ح لو عايز الكسافة هقسم الكتلة على حجم لو عايز الحجم هقسم الكتلة على كسافة لو عايز الكتلة هضرب الكسافة في الحجم طبعا هنا هو عايز الكسافة يبقى الكسافة بسوي الكتلة على الحجم ويبقى الثهر بتسوي الكتلة كام؟ 25 اهي سنلخصنها والحجم كام؟ 10 يبقى 25 على 10 هسوي 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب جرام لكل سنتيمتر مكعب دي وحدة قياس الكسافة يبقى إذن كسافة هزيل القطعة المعدنية 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب طيب يا زيكو قبل ما نكمل حل بقية السؤال يا طرى تعرف تقول لي ما معنى أن كسافة هزيل القطعة المعدنية 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب؟ ايوة يا ميس دا سؤال سهل معناها أن كتلة وحدة الحجوم من هذه المادة هزوي 2.5 جرام برافو عليك يا زيكو طيب وقال لنا في المسألة أن كسافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب وهنا الكسافة المادة المعدنية دي 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب يا طرى القطعة المعدنية دي هتغوص ولا هتطفع على سطح الماء يا زيكو؟ القطعة المعدنية تغوص في الماء لأن كسافتها أكبر من كسافة الماء تمام يا زيكو شاطر؟ طب تعال نشوف النوع ده من الأسئلة علل لما يأتي لا تشترك الغازات الخاملة في التفاعلات الكيميائية لا تشترك الغازات الخاملة في التفاعلات الكيميائية لأن مستوى الطاقة الخارجي لها مكتمل بالإلكترونات ولذلك لا تشترك في التفاعلات الكيميائية تمام يا زيكو؟ طب كتلة الزرة مركزة في النواه علل كتلة الزرة مركزة في النواة لضقالة كتلة الإلكترونات إذا ما كورنت بكتلة كل من البروتونات والنيترونات داخل نواة الزرة تمام يا زيكو طب تعالوا نشوف بقى أنت حافظ الرموز الكيميائية ولا لا اسكر الرموز الكيميائية للعناصر التالية السوديوم والأرجل السوديوم إني إيه الأرجل إيه آر أنا حافظهم كلهم يا ميس كويس قوي بجد يا زيكو حافظهم طيب هسألك بقى فيهم مدام أنت حافظه مستعد؟ أيوة مستعد يا ميس اسألي أي سؤال طيب الكربون سي الكابريت اس الكولور سي إل الخرسين أو الزنك زاد إن الكالسيوم سي إيه النيون إني إيه الأرجل إيه آر لزا إيه لين هيميز انت فاكراني مش مركز ولا إيه طيب ماشي شاطر يازيكم طيب الهيليوم إتش إيه هيدروجين إتش أكسوجين أو نايتروجين أن فلور أليمونيوم 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 طيب ماشي يا زيكم شاطر ومذاكر كويس تعالوا نشوف مع بعض بقى بقية الأسر ماشي يا ميس أنا معاكي بيقولي هنا وضح بالرسم التخطيطي التوزيال الإلكتروني لعنصر الأليمونيوم أليمونيوم أليمونيوم مع بيان هل عنصر ناشط أم خامل مع التعليل طبعا قبل ما عمل التوزيال الإلكتروني لازم أكون عارفة كويس قوي إن أنا نبعمل التوزيال الإلكتروني يكون فيه نواة وفيه مستويات طاقة تدور فيها الإلكترونات حول النواة يعني ما نفعش أرسم مستويات طاقة بس واسيب النواة ليه لأن الزرة تتكون من نواة ودور حولها الإلكترونات في مستويات الطاقة عشان بشوف طلبة كتير رسمين لمستويات الطاقة وسايبين النواة ودي طبعا إجابة خاطئة فهنشوف بقى النواة برسمها وبرسم جواها البروتونات الموجبة والنيترونات المتعدلة طيب عندي كم بروتون البروتونات هي العدد الزري اللي هو الثلاثة اللي تلاثة 13 ده هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة وهو نفسه عدد الإلكترونات السليبة التي تدور حول النواة يبقى من هنا عندي 13 بروتون و13 إلكترون هاوزحهم طيب في النواة في إيه تاني في نايترونات عدد النيترونات بيسوي إيه العدد الكتلي ناقص العدد الزري يبقى 27 ناقص 13 14 يبقى أنا مرسم النواة يرسمها كويس جدا جدا والجسيمات الموجبة الشحنة هي البروتونات والجسيمات متعادلة الشحنة هي النيترونات بعدين أبدأ أوزع بقى 13 إلكترون الكي هتاخد 2 والقل 8 2 8 10 هيتفضل الام 3 إلكترونات السؤال هنا بقى وزيكو هيجاوب لنا عليه اذكر يا زيكو هل هذا العنصر نشط أم خامل مع التعليل العنصر نشط ليه يا زيكو لأن آخر مستوى الطاقة غير مكتمل أو غير مشبع بالإلكترونات يعني يحتوي على أقل من 8 إلكترون ولذلك يدخل العنصر في التفاعل الكيميائي ويصبح عنصرا ناشطا صح يا زيكو وناخد بالنا هنا ممكن يسألني كذا سؤال تاني يقولي مثلا كم عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات أعدهم أعند عندي 1 2 3 يبقى عندي 3 مستويات طاقة مشغولة بالإلكترونات ممكن يسألني آخر مستوى الطاقة فيه كم إلكترون آخر مستوى الطاقة اللي هو الـ M في الرسمة بتاعتنا بتاعت النهاردة فيها كم إلكترون فيها 3 إلكترونات إحنا كده خلصنا الامتحان يا ميس أيوة يا زيكو خلصنا ده امتحان كان سهل قوي الامتحان سهل علشان يا زيكو أنت ذكرت المذاكرة بتسهل أي حاجة يعني مثلا لو أنا عملت امتحان فيه ناس هتجيب درجة نهائية في الامتحان وناس هتجيب درجة وحشة طب ما هو نفس الامتحان ليه واحد جاب درجة عالية والتاني جاب درجة وحشة علشان اللي جاب درجة عالية وجاب درجة كويسة وقفل الامتحان ده ذكر إنما اللي مذاكرش خلص مايرفش حاجة عن الامتحان الامتحان بالنسبة له بيبقى صعب وعشان كده بيجي فيه درجة وحشة أو كمان بيسقط شاطر يا زيكو وإنت كده مذاكر خلص وفهم كل حاجة أتمنى بقى إن هنبدأ إن شاء الله مع بعض الوحدة التانية تذكر كويس قوي قوي وقبل ما ندخل على الوحدة التانية رجع الوحدة الأولى كويس يا أصدقائي أيوة يا أصدقائي رجعوا الفيديوهات كويس جدا جدا إحنا حطنها في بلايليست شوفوا كده البلايليست بتاعة الصف الأول الإعدادي ومساكوا الفيديوهات من الأول لحد الآخر علشان منيجي ندخل على الوحدة التانية تكونوا فاهمين الوحدة الأولى كويس قوي ومذاكرينها كويس جدا جدا أنا هقفل دلوقتي وهمشي واسبكوا بقى تذكروا أقابلكوا في الفيديو الجاي سلام